سباح الخير الزلفلون في دار خمسين سنة فقط من عمره رفق الكدسخية اتراب العلم إن الكدسخية بمثابة فكرة حملها متقفون أفارقة يشدهم الأمل من خلال المشاريع التي حملها لقارتنا في تنوعها الإثني واللغوي وكذلك الثقافي يجمعهم في ذلك واقع مشترك يرتبط بالاستعمار والإدهاد والعبودية بل وبالنظام الباختد أيضا كان التنمي الذي أحدثته موجات النضال من أجل استقلال والسيادة ملهما لكفاح مثقفين الذين عملوا على إنتاج مفاهم والتحاليل خاصة بمجتمعهم من سمير أمين إلى شهيدة الباز ومكان داوير مروراً بعليا الكنز وآمنة وكل زملاء من مختلف المستويات تحاولت الفكرة إلى مؤسسة ثم إلى قوة تمثل قدوة لعادلة تكون في خدمة مجتمعنا من خلال تحاليله ودراساته وبرامجه تكونية ومحاضرته رفق الكودسرية وأسهم في إنتاج معرفة أصيلة وبعد نصقاً يجد كودسرية نفسه أمام واجب مساءلة مجتمعاتنا من جديد وخاصة إنتاج أدوات مفاهمية تساعدنا التصرف بأحسن وجه تشهد اليوم على من ينهار يتشكل من جديد ويهيئ نفسه من خلال تحديات جديدة ولذلك نحن اليوم أكثر من أي وقت مدى بحاجة للكودسقية كله حيوية وطموحاً وتوازناً مع استمرار الجهد تجنيد الموارد من أجل التطلع إلى المستقبل وأنا مقتنعة تماماً لاقتناع أنه لا يجب أن يغيب عن دهننا الرهان الرئيسي للكودسرية الذي عرف كيف يكون فضاءاً لللقاء وتبادل والإنتاج بين الأفريق أولاً لقد لعب المجلس ويجب أن يبقى كذلك جسراً صامداً بين الأجيال البرادغمات ومختلف الممارسة اللغوية هذا ما يسمح المغادرة غير ضرورية للبلاد من أجل البلوغ المعرفة الرسمية المنجزة بشكل عام خارج حدودنا يتعلق الأمر يتعلق الأمر برسم طرق جديدة للمعرفة ولكن ما يقلغ تحت المرأة العلم في غزة يوحي بنهاية العلم أحد القطبية وهل يمكننا أن نعتبر أننا ننتمي للإنسانية من دون أن نأخذ موقفاً من قضايا الإنسانية ضد العدوان الذي يعترض له الشعب الفلسطيني عيد ميلاد ساعد الكدسخية